أمراض تانية ممكن نقول عليها مرتبطة بالصيف والمصيف خصوصا على البحر أمراض بقى الشمس والشمس مع سطوع الشمس في الصيف بدرجة كبيرة بالذات على المصيف وفي الجناين وفي الحاجات دي طفل بتعرض لفترات طويلة من الشمس أسهل حاجة تحصل دربة حرارة أو دربة شمس بالذات في الجو اللي هو حرارته تبقى مرتفعة جدا طفل يسخن وإحنا شعارفين سخن ليه وإدي مضاد حيوة برضه وهو ما فيش ميكروب السخنية دي مش بسبب ميكروب السخنية دي بسبب أنه قاعد في شمس كتير أو قاعد في حرارة كتير فده برضو لازم نخلي بالنا منه أن إحنا أما يكون في سخنية في فصل الصيف في فترة اللي عرضنا فيها الحرارة أو الشمس مش أول حاجة نفكر فيها أن السخنية دي بسبب ميكروب الشمس نفسها بقى وتعرض الجلد ليها وتعرض العين ليها دي قصة تانية كتير من الأطفال بيجولي بحروق كتيرة في الجلد لازم نستخدم واقي من الشمس وده كريمات بتبديهن أو فيه دلوقتي أنواع كمان منها سبري بيتراش وده سهلة لتستخدام وبتمنع كتير من الحروق اللي بتيجي في الجلد بسبب الشمس ساعات بتوصل لدرجة الحروق والوقيات دي قتليها درجات بتبتدي بدرجات بسيطة وتعرض لدرجات بتوصل لـ 100% حاجة اسمها SPF وإحنا مش وصلين مش عايزين لـ 100% لدرجات 50% كويس أنا كنت أعاد سأل حضرك إمتى نستخدم دي وإمتى نستخدم دي خصوصا أننا طبعا الجو دلوقتي بقى يعني حرارة الشمس بقى قوية جدا ودرجة الحرارة بتاعت تعلى عندنا بشكل يعني ما شوفناهوش مش متعودين عليه فهل ناس تجري على المية في المية ولا؟ إيه المناسب؟ الخمسين في المية ده المناسب من وجهة نظري يعني في حاجات تبقى أقل شوية وحاجات أكتر شوية الأقل شوية ممكن يبقى محتاج إن أنا أحط منه كتير كذا مرة يعني التكرار الاستخدام في نفس اليوم يكون كتير عالي والحاجات اللي 100% يعني تبقى شديدة أو ما لهاش لازمة فإحنا لغاية 50 كويس أوي والخمسين دي نقدر نكررها كل ساعتين إلى ثلاثة لو إحنا قاعدين في شمس شديدة هل حضرك تنصح الناس أو الأهالي أن هما يودوا أطفالهم في البحر أو على الشط يعني ينزلوا البحر في أوقات معينة من اليوم؟ هو طبعا الفترة الوسطى بتاع التعامد الشمس على البحر الماء بيكون دافية بس لا ساعة الشمس جديدة فيعني لو قلنا من الصبح لغاية الساعة 11 مثلا لغاية الساعة 12 مص واحدة دي فترة كويسة من أربعة لغاية المغرب دي فترة كويسة وبالذات اللي بشرتهم فتحة الناس اللي بشرتهم غمقة بيبقى عندهم مقاومة شديدة للشمس والتهبات بتبقى أقل احتمالية إنما الناس اللي بشرتهم فتحة بتبقى البشرة مش قادرة تقاوم الشمس فده اللي محتاج حتى لو حطوا الكريمات حتى لو حطوا الكريمات وكل واحد بيختبر ولاده يختبر نفسه هالجلد ده بيستحمل ولا ما بيستحملش وعلى ضوء استحمال الجلد بتحرك في الموعيد واتحرك في الواقي الشمسي واتحرك في تكرار وضع هذا الواقي أثناء التعرض للشمس موسيقى